إنه يوم القائم وإنه يوم الرجعة ماذا تقرؤون في الدعاء الذي روي عن إمامنا الحسن العسكري ألا لعنة على منهج حوزة النجف ألا تلاحظون الآيات والأحاديث والروايات والزيارات ألا تلاحظونها أنها تجتمع في لوحة واحدة جميلة متناسقة متكاملة ألا لعنة على منهج مراجع النجف الذين دمروا لنا هذه الثقافة وهذه العقائد ورجعوا بنا إلى سقيفة بني ساعدة سود الله وجوههم وباعد فيما بيننا وبينهم وباعد فيما بيننا وبين عقائدهم أضالة وتفاسيرهم القدرة هذا هو مفاتيح الجنان ماذا نقرأ في دعاء اليوم الثالث من شهر شعبان إنه يوم ولادة الحسين صلوات الله وسلامه عليه والدعاء مروي عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه اللهم إني أسألك بحق المولود في هذا اليوم إلى أن يقول الدعاء وهو يتحدث عن الحسين صلوات الله عليه قتيل العبرة ومن غيره قتيل العبرات قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة متى يوم الكرة في يوم الرجعة هذا هو التماهي ما بين أيام محمد ما بين أيام الله ما بين يوم القيام ويوم الرجعة ويوم القيامة حسين قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة متى يا حسين يوم الكرة ثم ماذا يقول الدعاء المعوض من قتله وقارنوا بين ما يقوله أغبياء النجف من أن الأمة قد اهتدت بعد عاشورا ومن أن قيمة دماء الحسين في هداية الأمة بعد عاشورا لاحظوا ما هي قيمة دماء الحسين عند الله ما هي ها هو العسكري يحدثنا بعيدا عن قذارة أغبياء النجف والمعوض ما أنا قلت لكم أنتم تقرؤون الحسين قراءة خاطئة وفقا لثولان النجف ووعدتكم أن أحاول أن أعيد قراءة الحسين في مجموعة من حلقات هذا البرنامج في قادم الأيام إن بقينا أحياء أن نعيد قراءته وفقا لمنطق العترة الطاهرة هذا جزء من هذا المنطق والمعوض من قتله ماذا كان العوض لدم حسين والمعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته فالرجعة قلت لكم هي رجعة هي كرة هي أوبة هي دولة وكل عنوان له دلالته الممدود بالنصرة يوم الكرة والفوز معه في أوبته والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته إنها رجعتهم جميعا هذه هي الرجعة العظيمة كل هذا عوضا عن دم الحسين هذه القراءة الحقيقية للحسين وليس هذا الهراء الذي يتحدث به الوائلي وليس هذا الهراء الذي يصدره سنويا مراجع النجف في بياناتهم أيام شهر محرام وليس هو الذي كتبه محمد باقر الصدر وتلامذته وأبناء مدرسته في كتبهم ولا هو الذي يتحدث عنه الدعاة في حزب الدعوة أو الشرازيون في منظمة العمل الإسلامي أو 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 الحسين الذي يجب أن نقرأه بقراءة زهرائية مهدوية هو هذا هذه لمحات من حسين فاطمة أما الذي عندكم فذلك حسين سيد قطب ذلك ما هو بحسين آل محمد إنه حسين آل قطب إنه حسين آل الثولان في النجف حسين آل محمد هو هذا عودوا بأنفسكم وقرأوا الدعاء في مفاتيح الجنان أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان عودوا إلى أعمال اليوم الثالث من شعبان وقرأوا الدعاء المروية عن إمامنا الحسن العسكري قتيل العبر يا حسين وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة والمعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته في رجعته الكرة هي الرجعة في مرحلة القتال والأوبة هي الرجعة في مرحلة الأمان والسلام فهناك فهناك حروب في الرجعة فعينما نتحدث عن الكرة إنها الرجعة في مرحلة الحرب وعينما نتحدث عن الأوبة إنها الرجعة في مرحلة السلام والأمن حكاية حكاية طويلة وبرنامج طويل يتحقق نصر الحسين متى يتحقق نصر الحسين ما قرأنا قبل قليل في كامل الزيارات إمامنا الباقر ماذا قال من أن قتلة الحسين قد قتلوا ولكن لم يطلب بدمه بعد لماذا لأن الطلب بدمه مقدماته في يوم الظهور يوم الظهور مقدمة للطلب بدمه الطلب بدمه وتحقيق مشروعه سيكون في مرحلة الرجعة والمعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته والأوصياء من عترته بعد قائمهم بعد العصر القائم تلاحظون أنني حين أستعمل المصطلحات إنما أشتقها من كلماتهم فالدعاء يتحدث عن قائمهم عن عصرهم القائم والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته حتى يدرك الأوتار متى في مرحلة الرجعة في مستوى الكرة لا في مستوى الأوبة حتى يدرك الأوتار ويثأر الثار ويرض الجبار ويكون خير أنصار من هم الأئمة لمن يكون خير أنصار ويكون خير أنصار لمحمد في الدولة المحمدية العظمى دققوا النظر في العبائر يكون خير أنصار هم المعصومون جميعا الحديث هنا عن الأوصياء المعصومين والأوصياء من عترته من عترة الحسين بعد قائمهم وغيبته حتى يدرك الأوتار ويثأر الثار ويرض الجبار ويكون في آخر الأمر خير أنصار لمن لمحمد في دولته العظمى هذه ثقافة العترة قارنوا بين ثقافتكم التي أخذتموها من أوباش النجف من هؤلاء الحمير الذين يصعدون المنابر في حسينياتكم وقارنوا بين هذه الثقافة العطرة المطهرة وهذا الأمر ينتشر في كل القرآن المفسر بتفسيرهم في كل زياراتهم في كل أحاديثهم عودوا إلى الزيارة الجامعة الكبيرة ستجدون هذه الحقائق واضحة جلية ما عندي وقت وإلا لأخرجتها لكم لكن بإمكانكم أن تعودوا إلى برامج الكثيرة التي شحنتها بهذه الحقائق بالأدلة والوثائق ترجمة نانسي قنقر